الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والآخرة والبركة في ذواتكم وأبدانكم وأوقاتكم وأموالكم وأولادكم كما أسأله جل وعلا أن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته نبتد فيه بقراءة كتاب السهو والسهو والنسيان في بعض أركان الصلاة من الأمور التي تريد على الخلق وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسي آدم فنسيت ذريته وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في بعض صلواته من أجل أن يكون هذا من أسباب بيان الأحكام المشروعة في طريقة التعامل مع السهو ولعلنا نقرأ حديث الباب لننظر ما فيه من الأحكام فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السهو عن كريب أن بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصر فقال يا ابنة أبي أميه سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب السهو من أجل بيان أن المصلي يشير في أثناء صلاته فإن أم سلمة لما أرسلت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إليها فاستأخرت عنه مما يدل على أن من كلم وهو يصلي فإنه لا يرد على المتكلم وأنه لا بأس أن يشير بيده لينبه على أنه في الصلاة وأنه لا بأس في أن يسمع الإنسان في أثناء صلاته وفي الحديث مشروعية نقل السلام ولذا قال هؤلاء الصحابة لكريب اقرأ عليها السلام منا جميعا وفي الحديث الرجوع إلى أهل الرواية فيما ينقلونه من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا سلها عن الركعتين بعد صلاة العصر أي هل هي مشروعة أو هي ممنوعة وفي الحديث أن من نقل إليه عن شخص عمل يظن أنه من غير الأمور المشروعة فإنه يراجعه ويستفصل منه كما راجع هؤلاء عائشة حينما أخبروا أنها تصل الركعتين بعد العصر وفي الحديث الإبلاغ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد العصر وفي الحديث أن ما بعد العصر وقت نهي لا يجوز أن تؤدى صلوات النوافل فيه وفي الحديث مكن عليه الناس من منع المصلين من أن يصلوا بعد صلاة العصر ولذا كان عمر يضرب الناس من أجل أن لا يصلوها وفي الحديث إرجاع من طلب منه حكم في مسألة إلى غيره من العلماء كما أرجعت عائشة سائلها عن هاتين الصلاتين إلى أمي سلمة وفي الحديث من الفوائد أن نهي عن صلاة بعد العصر قد رواه جماعة من الصحابة وفي الحديث أنه قد يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ويكون لفعل السبب وبالتالي فالأصل أن يُعمل بالقول القول إلا أن يكون الفعل خاصة فيتم تخصيص اللفظ العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن من مخصصات العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن السنن الرواتب إذا فاتت فإنه يُشرع قضاؤها وبخلاف النواف الغير الرواتب وفي الحديث أن السنن الرواتب يُشرع قضاؤها في أوقات النهي الموسَّع ولذلك من فاتته سنة الفجر قبلها صلىها بعدها ومن فاتته سنة الظهر جاز له أن يُصليها بعد صلاة العصر والأكثر على أن أوقات النهي المضيَّق لا تُقُضَى فيها السنن الرواتب وفي الحديث قيام الجارية بجوار المُصلي وأن ذلك لا يؤثر عليه وقد قال فقهاء الحنفية بأنه إذا وقفت امرأة بجوار رجل في الصلاة بطلت صلاة الرجل والجمهور يُخالفونهم في هذا وهم قد استدلوا على خبر فيه أخرهن من حيث أخرهن الله وهذا لا يثبت مرفوعا وإنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه أخرهن وإنما يُخالفونهن وإنما يُكتضي ذلك بطلان صلاة الرجل ولا صلاة المرأة عند مُصافتها له وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أصبح واجب الديمومة في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد فهم الإشارة التي يُشير بها الإنسان وأخذ الأمر والحكم والعمل من خلال هذه الإشارة وفي الحديث مخاطبة المرأة بنسبتها إلى أبيها كما خاطب أم سلم بقوله يَبْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ وفي الحديث جواب السائل بما يُبَيِّن له الأعذار التي فعلها لما سألته عن مخالفة فعله لقوله فبين لها المعنى في هذا وفي الحديث أن من كان عنده شغل في أوقات السنن الرواتب أدى شغله وقضاه ليتمكن من فعل السنن الرواتب بعد ذلك وفي الحديث فضل قبيلة عبد القيس وقدومهم بالإسلام في أوائل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله كتاب الجنائز عن الأحنف بن قيس قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر خشن الشعر والثياب والهياء حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولا فجلس إلى سارية وتابعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كره الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله في داك قال يا أبو ذر تعال فمشيت معه ساعة فكنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة عشاء فاستقبلنا أحد فقال لي خليلي لما أبصر أحدا قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسلني في حاجة له فقلت نعم قال يا أبو ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهب لا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وأرانا بيده ثم قال يا أبو ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار الراوي بين يديه وعين يمينه وعن شماله وقليل ما هم وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله وروا غير الأحنف عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ ومشيت معه ساعة وقال مكانك اجلسها هنا لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع فأجلسني في قاع حوله حجارة فانطلق في الحرة في سواد الليل وتقدم غير بعيد حتى غاب عني لا أراه فلبث عني فأطال اللفث فسمعت صوتا فخشيت أن يكون أحد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك حتى آتيك فمكث ثم إني سمعته وهو مقبل يقول وإن سرق وإن زنا فلما جاء لم أصبر فقلت يا رسول الله الصوت الذي سمعت خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة ما سمت أحدا يرجع إليك شيئا قال وهل سمعت قلت نعم قال أتاني جبريل عليه السلام فعرض لي في جانب الحرة فأخبرني أو قال بشرني فقال بشر أمتك ما من عبد من أمتي قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لا يشرك بالله شيئا إلا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار قلت يا جبريل وإن زنا وإن سرق قال نعم قلت وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر ابتدأ المؤلف بذكر كتاب الجنائز وأحكامها الجنائز جمع جنازة وقد يراد به الميت يراد به الإنسان بعد موته وقد يراد به السرير الذي يحمل عليه متى كان فوقه الميت وكلهما يقال له جنازة وكما جاءت الشريعة بتقرير أحكام الإنسان حال حياته جاءت بتقرير أحكامه بعد وفاته من تغسيله إلى تكفينه إلى الصلاة عليه إلى دفنه وإلى توزيع تركته وما ذاك إلا لعموم هذه الشريعة وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث من أولها حديث الأحنف بن قيس وهو من وجهاء العرب ممن عرف بالعقل والحكمة والتأني وقوله جلست إلى ملائي إلى جماعة لهم كان من قبيلة قريش فيه اجتماع الناس على تذاكر العلم قوله فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم فيه مشروعية السلام على من قدم إلى جماعة وقوله بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم الرضف والحجارة المحمى التي تكون مؤثرة على الجلد وذلك أن الله جل وعلا قال إن الذين يكنزون الذهب والفضل ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وبالتالي وقع الاختلاف في متى يعد المال كنزا يدخل في الآية فجمهور الصحابة على أن المراد به من حفظ المال ولم يؤدي زكاته وظاهر كلام أبي ذر أنه فسر الكنز بالمحافظة على المال حتى ولو كان مالكه يؤدي زكاته وقول الجمهوري أظهر فإن النصوص قد دلت على جواز اكتساب الإنسان وتملكه للأموال وعليه ظاهر حال الصحابة رضوان الله جل وعلا عنهم قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم وقد جاء في النصوص ترغيب أصحاب الأموال بالنفقة من هذا المال في سبل الخير قوله ثم يوضع فأبو ذر يظن أن كل من حفظ ماله دخل في الوعيد وجمهور على أن المراد بهذا الوعيد من كان لا يؤدي زكاة ماله وبالتالي قال المؤلف باب ما أدي زكاته فليس بكنز وفي الحديث عظم عقوبة مانعي الزكاة في ذلك اليوم وفي الحديث أيضا أن الإنسان إذا بلغ رسالته فإنه تبرى ذمته بهذا ولذا لما بلغهم بهذا الكلام ولا وجلس إلى سارية وفي الحديث قال خرجت ليلة من الليالي فيه خروج الإنسان بالليل من عامر بلده وأنه لا حرج عليه في ذلك وفيه أيضا أن ذهاب الإنسان وحده جائز وليس بممنوع منه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وفي الحديث جواز ترك الإنسان لمن يقوم بحمايته وصد الشرور عنه وفي الحديث أيضا الاستنارة بضوء القمر وفي الحديث سؤال الآخرين عن أسمائهم بقوله من هذا وأن هذا لا يعد من التكبر وفي الحديث أن من استراب من سماع الصوت أو نحو ذلك جاز له التأكد منه وتيقن حقيقة الحال منه وفي الحديث دعاء الإنسان لمن خاطبه ولذا قال أبو ذر أبو ذر جعلني الله وفي الحديث وفي الحديث اختيار الإنسان لمن يرافقه في سيره وقوله في حرة المدينة الحرة أرض ذات حجارة سوداء وقد كان للمدينة حرار متعددة يصعب على الناس أن يمشوا فيها يبدو أنها من آثار ما قد كان من الزلازل فيما مضى وقوله فاستقبلنا أحد أي كان جبل أحد أمامنا ونحن نمشي وفي الحديث قول الإنسان للمصطفى صلى الله عليه وسلم خليلي وكان بعض أهل العلم يقول بأنه لا يجوز أن يقال مثل هذا اللفظ لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من خلتي كل أحد وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إنما أنا رسول الله أو إنما أنا خليل الله جل وعلا وفي الحديث سؤال الإنسان عما يبصره ولذا قال أتبصر أحدا وفي الحديث إعمال الإنسان ذهنه وتوقعاته ولذا لما قال له هذه اللفظة توقع أنه سيرسله في حاجة وفي الحديث وفي الحديث استحباب النفق مما يصل إلى الإنسان من الأموال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتمنيه يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب وفي الحديث أداء الإنسان لديون الواجبة عليه وحفظ الإنسان لبعض الأموال من أجل سداد هذه الديون والغالب في لفظة الديون أن يراد بها ثمن سلع مؤجل وفي الحديث استحباب تفريق ما يملكه الإنسان من المال ثقة في الله جل وعلا ورغبة في وصول الخير للخلق وفي الحديث إجابة الإنسان غيره بقول لبيك وسعديك فلبيك ليست خاصة بالله جل وعلا كما يقول بعضهم بل يجوز للإنسان أن يخاطب بها غيره خصوصا ممن له فضل عليه وفي الحديث أن الإنسان ينبغي به أن لا يكثر من المال لألا يطغيه ويلهيه عن ذكر الله جل وعلا وفي الحديث الترغيب في النفقة في سبل الخير والهدى وأن ذلك من فضائل الأعمال وفي الحديث أن تقديم الدنيا على الآخرة من نقصان العقل وفي الحديث إيمان الإنسان بوعد الله جل وعلا فحينما وعد أهل الإيمان بالخلف الجميل فإن من شأن أهل الإيمان أن يصدقوا وعد الله جل وعلا وامتناعوا بذل عن سؤال أهل الزمان لأنه رآهم اشتغلوا بالدنيا فظن أن الدنيا شغلتهم عن فهم العلم ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جوازوا لبس الثوب الأبيض وأنه لا حر في أن يلبس الناس الثياب البيض وفي الحديث دخول الإنسان على غيره في وقت منامه وفي الحديث جوازوا أن يطلب الإنسان من صحبته البقى في مكان لكونه يظن أنه يعود سريعا وفي الحديث اختيار المكان الأنسب لبقاء الإنسان واختياره أحسن المواطن من أجل أن يمكث ويلبث فيه وفي الحديث ذهاب الإنسان وحده في الليل وأنه لا يعد من الأمور المحرمة وفي الحديث أيضا أن من سمع صوتا حسن به أن يسأل عن أسباب خصوصا إذا كان في ليل لا يخشى على نفسه منه وفي الحديث تخوف الإنسان على من حوله من أهل الفضل والخير أو من الأموال العامة ولذا قال أبو ذر فخشيت أن يكون قد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفي الحديث أيضا أن من جاه أمر لفظي وجب عليه البقاء في مكانه ولا ينتقل عنه إلا لسبب شرعي وقوله لا تبرح مكانك حتى أتيك فيه التزام الإنسان بما يصدر عن صاحب الولاية وفي الحديث أيضا سؤال الإنسان عن ما يعرض له من الوقائع التي تقع على الناس في زمانه ولذا سأل أبو ذر عن هذا الصوت الذي سمعه وفي الحديث تقديم النصوص على الاجتهادات والأقيسة ولذا قدم أبو ذر الالتزام بالأمر اللفظي على القرائن الدالة على اكتضائها وتعلّكها بأبي ذر وفي الحديث إتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي حتى في مواطن الحرة وفي الحديث ذكر الملائكة وذكر كلام الله جل وعلا مع جبريل وفيه أيضا مشروعية البشارة بالخير بما ينتظر قدومه على الآخرين وفي الحديث السحباب السعي فيما يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث التحذير من الشرك وبيان بطلان الشرك على صاحبه وفي الحديث أن المشركين لا يدخلون الجنة بل يدخلون النار وفي الحديث أن أصحاب الكبائر مرجعهم ومآلهم إلى جنان الخلد فيعذبون قليلا في النار ثم يكون مصيرهم إلى الجنان وفي الحديث تكرار السؤال عن المسألة التي يظن الإنسان أنه لم يستوعبها أو بقي في تردد في نسبتها في الحديث تكرار السؤال وتكرار الجواب ولذا قال وإن زنى وإن سرق وفي الحديث أن الدين ليس بالأهواء ولا التوقعات وإنما هو بحسب ما يريد في الشرع وفي الحديث أن من رام رد شيئا من السنة فإنه يرام أنفه ولا يوضع له منزلة ولا مكانة بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الوداة المهتدين أصلح الله أحوالنا جميعا كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وأن يصلح ذات بينهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمري هذه البلاد لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين